كان فيه دكتور مرة يعني واحد من الدكاترة مفروض منهما من أسات زيتية ولكن هو دكتور كبير وكان عنده ضغط كبير قوي في العيادة كان عنده حاجة غريبة جدا بتحصل حقيقة أنا ما صدقتهاش غير لما أنا شفتها شفتها بعينيها إن فيه تكدس كبير وإن فيه ناس كتيرة موجودة في العيادة فكان الدكتور ده بيكشف على الأطفال المرضى بطريقة غريبة جدا بيكشف على الأطفال أربعة أربعة يعني يجي الممرد اللي في العيادة ينده يقول مثلا على باسم الطفل المريض يقول فلان 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 تمام كده أطفال بقى صغاري فالأمهات يعيني وعادة بيكونوا أمهات يعيني ما بيدخلوش بقى الأباء لأن الدنيا زي ما أنت شايفين تبقى زحمة فيدخلوا على الدكتور تمام يجي الدكتور ده الأمهات المطلوب منهم يعملوا إيه بقى إن هم يعني يكشفوا ملابس ولادهم خلا برد بقى حر مش مشكلته يعني خلاص ويبتدي يسمع بالسماعة أو يتكلم كلام مقتضب جدا مقتضب يعني مختصر الحقيقة كلام قصير جدا جدا مع الأم دي والأم دي والأم دي والأم دي خلاص وبعدين إذا كان مثلا بيشوف كده حاجة فيشوف برضو بسرعة كده 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 عارفين زي اللي بيشوف بوفيه كده بتاع طعام وبعد كده مثلا إذا كان فيه سماعة يعني يسمع بالسماعة هنا ويسمع هنا ويسمع هنا وبعدين هو مسك الرشدة في إيده دفتر الرشدات ويكتب الرشتة أنا عارف أنه وأنا بتكلم دلوقتي فيه ناس مروا بتجارب شبه كده شوية حتى لو مريد واحد يروح كاتب الدواء ويروح قطع الرشتة ويروح حططها كده على بطن أو سدر الطفل الأولاني والتانية والتانية والتالت والرابع تمام الحزن بقى والمأساة ما خلصتش الغاية هنا ده المأساة بقى أن الأمهات دول يعني ما بيلبسوش ولادهم جوه قط الكشف ولا قوضة تانية ده هم بياخدوا كده ولدهم الصغارين دول وهما هدومهم مكشوفة وعلى سدر أو بطن كل طفل الرشتة بتاعته علشان خاطر مفيش وقت هم الأربعة دول بيخرجوا عشان أربعة تانيين يدخلوا هذا الحقيقة أمر غير إنساني وغير مقبول وغير مهني وغير طبي وغير أخلاقي يعني حاجة من وراء العقل إن ده يحصل والحقيقة إذا كان هذا الطبيب أو غيره يعني بيعملوا كده علشان كمل المرضى بقى الكتير اللي عندوهم ويبقى يعني الأرباح زيادة فالحقيقة إن العجيب إن يكون فيه أسر بيروحوا يكشفوا بالطريقة دي يعني أنتوا بتفرطوا في حق أصيل من حقكم أو حق أولادكم بمعنى أدق فأرجوكم ما تعملوش كده وأنا قلت لكم قبل كده نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى إنكم بلاش حكاية السنة ده الدكتور بتاع ابني أو ده دي الدكتورة بتاع ابني لا أنتوا لازم يكون عندكم أكتر من دكتور ليه؟ لأنه الدكتور ده بني آدم يعني في الحياة العامة بيسافر وبيعيا وبيبقى عنده ظروف فممكن يبقى مش متواجد أو يكون هو بقى يعني واخد المسألة بجانب أخلاقي متميز فبياخد عدد معين من الحالات كل يوم وده المنطقي وده المنطقي إن إحنا إن إنتوا لو تخيلتوا كده معايا الحوار مع المريض اللي هو أهلو يعني الأب والأم عشان نسمعهم الولد مالو بيكش مالو إيه مشكلته كذا 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 وبعدين أنا أنا كطبيب أو مكشف على الطفل وبعد كده أرجع أشرح للأب والأم دول الطفلك ده عنده إيه؟ وجاله إزاي؟ ونخلي بالنا من إيه؟ عشان ما يحصلش تاني ثم إن أنا أشرح لهم الدواء اللي أنا كتبه الدواء ده بيتاخد كذا وبيتحضر بتريفه لنهي وجرعته كذا وهتلاقه كذا ولو ما لقيتوش الدواء ده فيه بديله هو كذا وكذا أعتقد إن الأمر ده يعني بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يقل عن 15 ل 20 دقيقة يعني لا يمكن إذا لم يكن أزيد يعني واخدين بالك إنما فكرة إن الدكتور اللي بيكشف في دقيقة دي أو دقيقتين وبيكشف على 2 مع بعض ولا 3 مع بعض ولا 4 مع بعض ده أمر غير المقبول فأنا بقول لكم إذا كان الدكتور ده اختياره فما يبقاش ده اختيار كنتو بقى إن اختيار كنتو تروحوا للأطباء اللي بياخدوا وقتهم في الكشف وبيشرحوا لكم وما إلى ذلك خلاص كده